فإذاً نكمل مع مشروعنا فإذاً الآن نقطة الـ API الأخيرة التي نريد نريد معالجتي هي نقطة تعديل الوصفة فكيف يمكننا أن نقوم بعملية تعديل فأنا عندما أقوم نقل على تعديل أريد الذهاب لصفحة تشبه صفحة لكن بهذه الصفحة أريد أن أضع المعلومات هنا ليست التي هي 0 أو empty string أنا أريد هنا أن أضع الأشياء فعلاً معلومات الوصفة يعني إذا أرد تعديل مثلاً هذا فأنا أريد مثلاً أن أرى هنا بالـ Form وصفة جديدة وإذا أرد تعديلها فالآن يمكن أن نفكر أن يمكننا أن نستعين بالـ Recipe Form لمعالجة هذه النقطة صحيح لكن قبل ذلك دعونا ننشأ صفحة الـ Edit فبداية عندما يتم النقر على إدت أريد أن أذهب لصفحة الإدت فكيف ذلك سهل جداً فبكل بساطة سنذهب إلى هنا ولنرى فإذا هذه هي مرة أخرى دعونا أن نرى المشروعنا هذا هو فأنا أريد هنا أن أذهب لصفحة بالـ Beiges إدت وثم الـ ID فللقيام بذلك يمكن أن أنشأ مجلد اسمه إدت بداخل الـ Beiges إدت عفوهم فإذا مرة أخرى إذا لاحظتم سأصبح لدي هنا مجلد اسمه إدت فإذا الآن بداخل هذا المجلد يمكن أن أنشأ ملف بداخل الإدت اسمه ID وهو ID فعلياً هذه الوصفة جيد فإذا الآن مرة أخرى لنرى لـ Pages مجلد الـ Pages بمشروعنا عفوهم Pages فقط Three Pages عفوهم فإذا لاحظوا Three Pages لدينا الإدت وبداخله هذا الملف إذا هذا الملف سأضع فيه تقريباً نفس الأشياء التي وضعتها بملف Single Recipe نفس الشيء أو يعني نفس الشيء نوعاً ما وأذن سأخذ من صفحة Add حتى أضيف الفورب الآن سنرى كيف يبدو ذلك إذن بكل بساطة سأكتب Vim سأفتح صفحة دعونا نفتح صفحة Edit جيد فإذن هنا سأذهب لصفحة Add أأخذ كود شيء بصفحة Add الموجود هنا عفواً موجود بصفحة Add سأنسخه وأضعه هنا في هذه الصفحة في صفحة Edit ID طبعاً إذا أردتم أن تعرفوا أين أنا الآن فيمكنكم النظر هنا تعرفون أين أنا الآن فإذن الآن هنا أصبحت أنا بمجلد فرعي فيجب أن أضع هكذا حتى أصل لهذه الأشياء للRecipe Form وأيضاً للجنرال كونترول ممتاز فهذه الصفحة اسمها الآن Edit Recipe Page فإذن ممتاز و عفواً Page صحيح وهنا بالنسبة ل جنرال كونترول أو سأقوم بتعديل هذا فإذن هنا سيكون اسمها Edit Recipe وسأخذ Recipe Title من أين سأجلب Recipe Title من البروب والآن سنرى كيف سنجلبها فإذن هذه البروب بالنسبة للإنيشيال Value لا أحتاجها والإنيشيال بالنسبة لل فورم ستكون هي Recipe نفسها جيد وبالنسبة للجنرال كونترول فأنا أريد أن أظهر كل شيء Add وأيضاً وكل الوصفات فإذن جيد فإذن ما الشيء الذي تبقى هنا نعم أنا لم أغلق ال H1 هنا يعجب أن أغلقها فإذن جيد فإذن بهذا الشكل وأيضاً الشيء الذي كما قلت لكم أن يجب أن نحصل على Recipe من أين نحصل على Recipe بكل بساطة يمكن أن نحصل عليها من التي هي نفسها وضعناها بصفحة Single Page صحيح فإذن هذا يمكن أن نأخذ هذا بكل بساطة الموجودة بصفحة Single هنا وأضيفها هنا فإذن بهذه الحالة أنا أخذت من ال Context وقمت بطلب Get 1 الآن لم أقم باستيرادها سأقوم باستيرادها هنا في الأعلى فإذن هنا سنجلب Get 1 التي موجودة بمجلد ال API والRecipe فطلبنا نحن جاءتنا إذا لم يأتي سيعرض لنا Not Found غير ذلك سنحصل على وهنا بجهة نجلبها من ونضيف ونضيف الفورن بإنيشال لهذه الريسيبي فإذن الآن يفترض أن عندما أذهب الآن وأقوم بالنقر على هنا ما الشيء الذي سيظهر لي صحيح وصفة جديدة هذه وايضا كل شيء قام بتعبئتي بشكل أوتوماتيكي فإذن ممتاز الآن عندما يتم النقر على زر هنا ما الشيء الذي سيحدث فعليا الشيء الذي سيحدث هو سيكون موجود بصفحة فإذن لنضع بهذه الصفحة فإذن مجرد أن نقر على زر الذي سيحدث سيضيف جديدة لن يقوم بتعديل الحالية فعلينا تعديل ذلك فيمكن تعديل ذلك أن نجعل هذا الفورن يرسل أي نوع من الطلبات حسب الموجودة هنا فيمكن مثلا أن نكتب هنا نريد الميثود الخاصة التي نريد تقديمها فنضع لها قيمة افتراضية بوست وهنا بدلا أن نكتب مثلا ميثود بوست فهي مجرد ميثود أي ميثود التي سنزودها في الأعلى إذا زودناها في الأعلى فنضعها إذا لم نزودها ستكون قيمة الافتراضية بوست وهي في آد آد بوست ستكون هي الميثود بوست فلو عدنا إلى هنا إلى صبحة آه فورم فيمكن أن أزود الفورم بميثود لكن هذه الميثود الآن لن تكون بوست ستكون ممتاز جيد نعد لصبحة فورم أبدا هنا لدينا نقطة الطلب أين هي نقطة الطلب هي آد وان يمكن هذه النقطة أيضا أن نجعلها متغيرة حسب لبروبس فيمكن هنا أن نكتب أن بشكل افتراضي بشكل افتراضي ستكون آد وان لكن يمكن تغييرها فبتالي هنا سأكتب اي بي آي بوينت شكل افتراضي مرة أخرى هي آد وان لكن يمكن أن أغيرها فمثلا لو ذهبت إلى هنا بالإدت فورم سأجعل ال اي بي آي بوينت تساوي اوبديت وان والتي سأعطيها الريسيبي اي دي طبعا اوبديت وان لم أقم أنا بإضافتها لل اي بي آي الخاص بي الآن سأضيفها سأكتب اوبديت وان ثم سأذهب إلى هذا ال اي بي آي وأضيف نقطة اوبديت وان نقطة اوبديت وان هي نفسها نقطة دليت تقريبا لكن المثل تختلف كما قلنا لكن أنا أضف نفس النقطة والآن سأقوم بالحفظ هنا فإذا اوبديت وان قال لي هناك خطأ لماذا لأن بكل بساطة أنا كتبت هنا اوبديت اخطأت بالتسمية فالآن يفترض يفترض الآن كل شيء تمام فإذا الآن لو عد إلى عد إلى الريسيبي هنا ووصفة جديدة وكتبت واحد واحد أو زيرو زيرو فقط لأقول أنه تم التحديث والسند الآن فإذا لاحظوا سيقول لي ريسيبي got added successfully هي فعليا got edited successfully يمكن أن نغير هذا لاحقا يمكن أن نغيرها الآن ما رأيكم نغيرها الآن فكل بساطة بالفورم أيضا يمكن أن نضيف هنا بروبس جديدة نسميها message success message مثلا أو okay message okay message وبشكل افتراضي نعطيها قيمة مثلا the recipe got added successfully هذه القيمة الافتراضية وهنا عندما يتم الارسال بنجاح سنكتب set message أين هي set message بالارسال بنجاح هنا ها هي فإذا هنا سنرسل ماذا المسج ال okay message جيد وهنا بصفحة بالنسبة للفورم أيضا سنضيف okay message والتي ستكون recipe got edited successfully هذه كما قلت الكلمات سنغيرها باللمسات الأخيرة لمشروعنا فإذا مثلا هنا سأعدل شيء هنا سأعدل شيء وسأرسل لنرى فلاحظوا got edited successfully طبعا أنا الآن سأعدل مرة أخرى فإذا هذه الوصفة لاحظوا كيف أضفت اسمها ونفس الشيء فذهبت إلى all recipe فوصفة جديدة ها هي لاحظوا هذه التي عدلتها فإذا ممتاز الشيء الأخير الذي أريد أن أقوم به قبل فعليا أن نبدأ بمرحلة جديدة بتطوير هذا الكود لأن كل الكود الآن هو مرحلة الرابط مع backend وكيفية جلب المعلومات والتواصل مع backend لكن الشيء الذي أريد أن أقوم به حاليا هو أريد أن أذهب إلى صبحة الhome page يعني الاندكس وبالصبحة هنا أريد ذهب إلى recipes هنا وأريد ترتيب لكي تظهر يعني تظهر مرتبة مرتبة حسب تاريخ التعديل فإذا const سأتب sorted recipe سأرتبها وسأكون recipe sort جيد سأستخدم function اسمه sort recipe زي array والsort هو javascript للarray فإذا هنا A و B مقارنة بين الأوبجيكت الأولى والأوبجيكت الثانية الموجودة بreciبي هنا سأحول التاريخ الخاص ب updated date للأولى وأقوم بطرحه من الأوبجيكت الثانية للأوبجيكت الثانية وهكذا سيقوم بماذا سيقوم ب يرتبها بهذا الشكل فنحن نرتبها بشكل تنازلي يعني من الأكبر للأصغر أو من التاريخ الأحداث للتاريخ الأقدم فإذن هنا سأرسل sorted لالكلاينت هنا فإذن هل يوجد خطأ لا يوجد خطأ الآن يطلب أن ترتيب الرسيبي هنا يختلف فضلا لاحظوا لأني هذه عدلتها آخر شيء وظهرت في البداية فماذا لو عدلت مثلا وصفة هنا الآن فإذن وقم بتعديلها مثلا هنا وكتبت وصفة معدلة وأرسلت فإذن الآن ستظهر لي وصفة معدلة في الأعلى لأنني الآن رتبت حسب التاريخ فإذن هذا شيء ممتاز انتهينا الآن كما قلت قبل قليل من الربط مع نقاط المختلفة الخاصة يعني ربط نقاط المختلفة مع والصفحة أو الملف الذي يربطنا فعليا مع هو ملف فإذا عدنا إلى هنا فإذن هذا هو الملف الذي يربطنا فعليا فأنا إذا أردت الوصل مع أخرى أو أريد الطلب من أخرى بكل بساطة علي تغيير هذه النقاط الموجودة هنا فإذن هي موجودة بمكان واحد لكن أنا استخدمتها في في كل مشروعي إذا أردت مثلا أن أقوم بتغيير روابط أغيرها من ملف واحد هو وهذا الغرض أن جمعنا كل النقاط نحن بملف واحد جيد فإذن هذه الفائدة التي جنيناها من هذا الموضوع وهذا المشروع انتهى هل ما الأشياء التي بقيت لدينا في هذا المشروع حقيقة كثيرا بقيت كثيرا تطوير الويب ليس فكرة واحد زائد واحد ساوي اثنين هناك كثير من الخطوات فمثلا من الخطوات عندما تتعامل مع فورم فعليك أن تفكر بالفاليديشن كلاينت باليديشن استرابي أو الباك اند التي استخدمناها قامت بفاليديشن خاص بها لكن أيضا نحتاج باليديشن فعندما لا يدخل الشخص أي شيء هنا نريد أن نقول له أنت لم تدخل شيء الرجاء التحقق من هذا وعندما يدخل شيء ضار نريد أن نقوم بسينيتايز لهذا أيضا عندما نقوم بعرض هذه الوصفات علينا أن نتأكد أنها أمينة يعني الأشياء لا وجد سكريبت ضار بطريقة العرض فضلا العرض يجب أيضا أن نقوم بسينيتايز هذا من ناحية الأمان أيضا موضوع ال ريتش تيكست هنا هنا يمكن أن نضيف ريتش تيكست كيف أن يمكن أن نضيف ريتش تيكست هنا أو اه 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 وكيف يمكن أن نحقنها بمشروعين هذه أيضا موضوع آخر سيكون له قسم خاص اه فأيضا التعاون مع الصور كيف أضيف الصور لهذه الريسيبي وكيف أقوم أيضا بتسجيل الشخص حتى يدخل لهذا طبعا أنا الآن أدخلت الـ بشكل آآ يعني هارد كود و حتى أي شخص الآن آآ يعني مجرد أن يدخل المشروع يمكنه أن يقوم بالتعديل لأنني وضعت الـ لكل الناس الآن حاليا لكن كيف أضع الـ آآ أو فقط ليدخلوا أو الشخص المخول بذلك فهنا لك الكثير لكن قليلا خطوة خطوة نحو الأمام ومع صبركم يمكن أن ننجز الكثير فإضا آآ الهدوء الآن يمكنكم الاستراحة وانتظار الدرس القادم في هذا الموضوع طبعا فإذن شكرا للمتابعة ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر